يعني التسوق لكل مرة بتحبه خاصةً إذا بتقدر تشتريه يعني وشي تأبدع فيه مثلاً أو يجيها من وراء مبلغ مثلاً بتحب يعني وكل هالألوان حلوة ما بقدر ما أني نزل يعني عالسوك الفترة أنا دي على الشعار من الشام درست فنون بس يعني ما قدر تكمل مثلاً لبعد البكالوريا وقت طلعنا طبعاً واحد بيكون عنده فضى كتير توثي 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 صح بعد معاناك هذا السنة لنقدر نتعود مثلاً على الوضع في تركيا أنا صرت جيب صوف واشتغل فيه يعني بتسلع ساوي لأولادي بعد منا وقت صار النت مضبوط عنا بالبيت صرت أفتح ودوّر وتطلع على الشغلات الموجودة يعني صرت أشتغل وصوّر وأعرض وقت جيت لهون لقيت الأتراك عندهم هالشي فحسيت حالي إنه أنا موش قليل يعني إنه الواحد بيقدر يساوي كتير شغلات ويقدر يشتغل ويقدر يعني مثلاً يصرف على حاله ويعني طبعاً هي بدها جهد يعني بس الحمدلله بلشت شوي شوي صرت أضب شوية نصاري بش أنا قدر جيب الغرض اللي بديها الغرض اللي لازم مثلاً لحتى جمعوا شوي من الكراكيب طبعاتي الأشغالة اليدوية صرت أحاول يعني أعمل لمسة خاصة فيني يعني حتى مدخراتي كلها تقريباً بتروح على هالقصص حلمي بعد هالكل شي هالعذاب يعني إني أفتح محل إلي ساوي مثل دورات تدريبية اللي بيحب هيك الشغلات إني يكون شي إلي يعني ويحب كل واحد يترك بصمة لإله يعني أنه يشوف حدا غير أنه هو عمل شي بالحياة يعني وأنا حابة يساوي هالشي يعني بما أنه إحنا بغربة أرجي بناتي أنه أنا مستسلمت يعني لأي شي صار معنا أنه يطلعوا قوايع شوي مثل ما أنا عم حاول إنه خلوية يعني وبس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر